حيث نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباق مزيان اليوم الأربعاء إشاعة إلغاء نمط التعليم الحضوري مشيرا إلى أن استيناف النشطة البداقشية سيكون بصفة تجريجية بدءا من الثالث والعشرين أوت وفق نمط التعليم عن بعد الوزير أكد في منشوره عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك استيناف مناقشة مذكرات الماستر وطروحات الدكتوراه وأعمال التأهيل الجامعي سيكون في الفاتح من سبتمبر القادم واستيناف الامتحانات بصفة حضورية وفق السلطة التقديرية لمدير المؤسسة بالنسبة للتخصصات التي تقدمت بها الدروس على أن لا يتعد في مرحلة أولى ثلاثين طالبا في كل تخصص